بسم الله الرحمن الرحيم يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الإمام المسنف وأبو عيسى التنمذي في جامعي في كتابه الجامع في كتاب الجنائز باب ما جاء في تسوية القبور قال حدثنا محمد بن البشار هو ابن دار وفي بعض الروايات الأخرى ألا أبعثك ألا بصيغة التحضيظ ألا أبعثك على ما بعثني به النبي صلى الله عليه وسلم ألا تدى قبرا مشرفا أي عاليا إلا سويته ولا تمثالا إلا تمسته أو تمسته فدل هذا الحديث بوضوح على أنه لا يجوز أن يكون القبر عاليا مشرفا أي عاليا لكن قوله إلا سويته أو سويته مثل الأرض التي حولها أم ماذا هنا يأتي الكلام ولا تمثالا إلا تمسته لا شك في أي تمثال لا يجوز في بلد الإسلام والمسلمين لأن أول ما كان قد انتشر عبادة الأوثان لأجل هذه الصور كما جاء في الروايات فمانا سويته إلا أن تجعله مساويا مع بقية الأرض هذا ظاهره لكنه يوخذ بالسنة أن السنة لا شك فيه أنها لا تيرفع القبر رفعا عاليا إلا إذا كان على الشبر من أين يوخذ هذا يوخذ هذا من ما اختار الله لنبيه على أيدي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم جعلوا قبر النبي صلى الله عليه وسلم مشرفا شيئا مسنما لا لأطئة بالأرض ولا مشرفا هكذا جاء فيه يعني لم تكن مصاوية للأرض إنما كانت عالية شيئا ما وهو ما قدروه على قدر شبر ولذلك غير واحد من العلماء قالوا أنه يستحب أن يرفع القبر قدر الشبر ولا يكون مصاويا مع الأرض التي حولها القبر حتى يعرف أن هذا قبر لأن القبر لها أحكام لها احترام لا توت ولا يجلس عليها جلوسا مطلقا أو لقفاء الحاجة وغيرها فبذلك لا بد أن يعرف أن هذا قبر كذلك إذا كان مستويا فبعد أيام ربما يغم ولا يعرف فيأتي الإنسان إلى القبر ليدعو له أيضا ليدعو لصاحب القبر ويسلم عليه كل هذا لأجله قالوا أنه يكون مشرفا على شبر في وسط التسنيم إلى آخر أطراف القبر لا يبغي أن يكون أطراف القبر آلية إلا شيئا قيا لكن مصنما وقالوا قد رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا مشرفا ولا لاطية ليس عاليا ولا مصاوية مع الأرض كذلك الذين ذكروا رأوا بعد دفن عمر رضي الله قال رأيت القبور كلها غير مشرفة ولا لاطية ولذلك على كل الآن الشبر من الوسط الظاهر يكون الوسط يكون إذا كان يعتبر الوسط يكون عالى والأطراف هذه لا يكون مثل الوسط مصنما جاء في الحديث أيضا مصنما تسنيم وبعد ذلك في الحقيقة لا شكر رفع القبور آلية لها مساوي وبالغ الناس فيها تجال وعليها قباب وغيره وهذا مما ابتلي بها المسلمون والله المستعان وصار صبما لشد الرحال وألسقت ما هم أشياء كثيرة من الحكايات في قبول الدعاء فيما قال العلماء أنه في أول الأمر كانوا يقولون يقبل الدعاء عند قبره ثم بعد ذلك بده يسألون صاحب القبر بنفسه وقد ندد عليه العلماء في كل زمان الله المستعان ثم بعد ذلك يقول 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 الترمذي وفي الباب عن جابر قال أبو يسأ حديث علي حديث حسن ولا عمل ولا هذا عند أهل العلم عند بعض أهل العلم يكرهون أن يرفع القبر فوق الأرض قال الشافي أكره أن يرفع القبر إلا بقدر ما يعرف أنه قبر هذا كأنه يعني جعله حد التمييز إلى أي قدر يجوز أن يرفع يعرف أنه قبر لكي لا يوطى ولا يزل سليها ولذلك قدره العلماء بأن يكون قبرا لا يكون أعلى من الشبر في الغالب هكذا الذي قدروا به قبر النبي صلى الله عليه وسلم نعم ثم بعد ذلك قال باب ما جاء في كراهية المشي على القبور والجلوس عليها والصلاة إليها قال حدثنا حناده ابن السري أنه قال حدثنا عبدالله ابن المبارك الإمام أنه قأن عبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر عبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر هذا أولد في أهد النبي صلى الله عليه وسلم هكذا قالوا لكنه الذي يظهر أن هذا وهم في ترجمته إنما هو تابعي ثقة معروف عبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر من التابعين الثقات أن بسر ابن عبيد الله أيضا تابعي ثقة أن بإدريس الخولاني أن واثله ابن العسقى السحابي أن بمرثد الغنوي رضي الله عنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا على القبور ولا تسلوا إليها وفي رواية أخرى لا تجلسوا على القبور لقضاء الحاجة في بعض الروايات فإذا كان في الحقيقة القبر غير معروف ربما يكونوا سببا لجلوسهم لقضاء حاجتهم حيما يخرجون في البرار فبذلك لا تجلسوا مثلقا الجلوس لكن جاء في بعض الروايات أن السحابة كانوا يتكئون على بعض القبور يعني إذا جلس يتكئ هكذا فالجلوس شيء آخر والاتكاة قد يكون والله أعلم جائز جاء عن علي رضي الله عنه أنه اتكى على قبر وهذه صناد صحيح فنعم لا تجلسوا الجلوس لا يجوز كذلك نهى أن تؤطع تؤطع القبور يعني وطي القبور ومشي عليها لا يجوز هذا كله واضح جدا والحديث أخرجه البخاري أيضا ففيه تهريم الجلوس على القبر وإليه ذهب إما رحمة الله عليهم قال هنا من وطع تلك القبور إلى أن يسل إلى قبر قريبه مكروح هنا في ذكر ابن الهمام في كتاب فتح القدير قال كره الجلوس على القبر ووطعه وحينئذ فما يصنعه الناس من بد دفنت أقاربه ثم دفنت حواليه خلق من وطع تلك القبور إلى أو من وطع تلك القبور لأن يسل إلى قبر قريبه مكروح كان الناس يطعون القبور حتى يسلوا إلى القريبه الذي دفن وينبغي أن يكون إذا لم يكن يسل فيأخذ بين القبرين الظاهر لا يكون بين القبرين يكون فاصل طبعا فمن الممكن أن يأخذ ويتحر بهذه السورة وإن لم يمكن فمن بعيد يسلم على جميع الموتى ومن جملته قريبه أيضا ولذلك على كل حال وطيه مشيه لأي مسلحة حتى عند الدفن غيره للآخرين ينبغي أن يتحر ولا يطع القبور القبور السابقة وقضاء الحاجة عليه بدرجة أو لا يكون مكروح النام وفي الباب عن أبي هريرة أخرجه قال وفي الباب عن أبي هريرة وعمر بن حزمن وبشير بن الخصاصية قال حدثنا محمد البشار أنه قال أخذ برنا عبد الرحمن بن مهدي أن أبد الله بن مبارك بهذا الإسناد نحوه تقوية فقط والإسناد صحيح أيضا من جملة ما جاء في هذا في وطي القبور المسألة التي ربما لا تذكر في كتب الفقه أنه لا تلبس النعال إذا دخل حتى ما بين القبور لا يلبس النعال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يمشي فينا علينا بين القبور فقال اخلعنا عليك يا صاحبة السبتيتين أو يا صاحبة السبتيتين القهما فحتى بين القبور أيضا إذا كان يمشي فإجب أن يمشي حافيا غير متناعي لو كان لابسنا الجوربة أو شيء لا بس لكن النال لا يلبس وهذا الحديث صحيح صحة هو لولما يدخل في النهي أن يدخل بالنعال في ما بين القبور فينبغي الذين يعالجون الدفن أو يعالجون الدعاء أو يقرب من الميت لا يدخل بنعالهم وذكر بعض العلماء أن هذه المسألة لا تجد في كتب المذاهب سبحان الله مع أنه الحديث فيه واضح نعم هذا يجازوها لكل حال لكن بشرطا يكون الميت الأول يكون قد تحلل وهتى هنا رأينا أنهم يدخلوا يجالون في بعض الأحيان الصفوف يكون لها مدة معينة صفوف القبر هذا دفن في الشهر الفلان مضى عليه سنة أو زيادة الظاهر فيفتحون القبر فإذا وجدوا لم نشف ولم يتحلل يتركوه هكذا ومن جملة هذا فيه عبرة يقول أحد الأخوة من زملائنا في الجامعة قال أنا ذهبت يوما ما في يوم في الصباح في الجمعة يوم الجمعة ليزور القبر وما كان هناك الأموات فيقول رأيت الإخوان الحفارون هؤلاء يحفرون ويقلبون القبر القديم هذا الذي هو مذفون فيه ناس فأخ ماذا يفعلون هو الذي رأى حكى لنا أنهم يجمعون العظام فينقلون ربما إلى مكان آخر أو يجالونه في الجم لكن أكثر شيء أنهم إذا كان شيء كثير موجود فينقلونه إلى مكان آخر عدة أشخاص بقبر واحد ولألا حديث لألا ستكون سميت يبعث من قبر واحد سبعون أو زي أهد نعم سبعون شخصا فمن فمن هذا المعنى والله أعلم فيفعلون هذا لكن في بعض الحين يجدون أنه لم يفسد جسمه أبدا فيتركونه هكذا يتركونه لكن الذي تحلل وما بقي إلى العظام غيره فهو الذي واجاز العلماء بهذا إن شاء الله نعم النوم ذكروا هكذا لكن النوم عند القبر عيشة رضي الله عنها كانت تنام عند في حجرتها وفيها قبر أبيها وقبره النبي صلى الله عليه وسلم لكن جاءت رواية لما جاء وهذا احترام أو ماذا أنه ما ندري صحة هذا القبر أنها في طبقات من السال أنه لما دفن عمر فكانت جالت حجابا بينها وبينها قبر عمر رضي الله عنه ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم عبو بك فكانت تقول إنما هو أبي وزوجي فالله على كل حال فالنوم ذا القبر لا يقال إنه حرام إلا أنه لا ينام على القبر لا ينام على القبر والناس يتهيبون من هذه المسألة نعم الله المستحن وخاصة الذين عندهم أقائد باطلة الميت قد يخرج وقد يوذي قد كذا يعني أقائد جاهلية والله المستحن نعم فالجلوس مطلقا على كل حال قال وفي الباب نبي هريرة أبو هريرة أخرجه الجمال إلى البخاري والترمذي لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير لهم من أن يجلس على قبر كذلك عن عمر بن حزم قال رآن النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على قبر فقال لا توذي هذا القبر أو لا توذه هذه الرواية أخرجه الطحاوي لكن قال الحافظ إسناده صحيح وبشير من الخصاصية جاء عنه أيضا من هذا الحديث وهو حديث صاحب السبتيتين فينبغي للإنسان على كل حال أن يحترم القبر أيضا خاصة للجلوس عليه وكذلك لكن جاءت بعض الرواية قال بعض الصحابة قال كان أطولنا قفزا من يقفز قبر فلان تذكرون الرواية أو لما يقول كانوا يتسابقون في القفز فكانوا يقفزون وهذه قد يكون على كل حال من هذا النوع يكون يعني غير مستحب إلا أنه ليس مثل الجلوس غير نام الاتكال القبر الذي أذكر أن آليا رضي الله ثبت عنه بإسناد صحيح أنه كان يتكى على قبر وهنا قال العافظ سناده الصحيح والنبي صلى الله عليه وقال لا تود صاحب هذا القبر الذي يظهر الله ولم تركه هو الصحيح في هذا ما دام عبر النبي صلى الله عليه وقال القبر أنه إيذا له فينبغي تركه نعم وبعضهم قال لا مانئ من المشي بين القبور بالنعال لأنهم يستدلون بالحديث الصحيح أنه حينما ينسرفون وإنه لا يسمع قرع نعالهم ياتيه ملكان ليس بلازم قرع النعال ربما يكون خارج أو على مماش من المقبرة يكون قرع النعال يسمع له وليس بلازم أن يكون عند قبره فلا يستدل به جواز جواز المشي بين القبور بالنعال ثم قال حدثنا علي بن حجر وابو عمار علي بن حجر السعدي من الثقات المعروفين وابو عمار هو الحسين ابن حريث ابو عمار الخزائي من الثقات قال أخبرنا الوليد ابن مسلم عن عبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر عن بسر ابن عبيد الله نواثر ابن الأسقاء نبي مرصد الغنبي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وليس فيه أن أبي دريس وهذا الصحيح صحه قلت الروايتين والله عن طريق أبي إدريس الخولاني بسر ابن عبيد الله نواثر وبسر ابن عبيد الله نبي إدريس الخولاني هذا الحديث مثلوه بالمزيد في متصل الأساني فقالوا كلاهما صحيح إن شاء الله أبو إدريس الخولاني عنواثر قالوا عبد الله بن مبارك هو الذي زاد فيه فبعضهم أوهم أو وهما وهما عبد الله بن مبارك لكن الصحيح أنه جاز أن يكون بسر بن عبيد الله روى أبي إدريس الخولاني عنواثر بالواسطة وبسر بن عبيد الله يكون قد روى وهو تابعي يكون روى نواثر مباشرة الإسناد العالي نعم قال أبو عيسى قال محمد وحديث ابن المبارك خطأ أخطأ فيه ابن المبارك يعني بزيادة أبي إدريس الخولاني الرواية الصحيحة بدون زيادة هكذا يقول يعني جاءت هكذا وهي صحية وزاد فيه ابن المبارك نبي إدريس الخولاني إنما هو بسر بن عبيد الله أنواثلة هكذا روى غير واحد عن عد الرحمن من يزيد بن جابر وليس فيها نبي إدريس الخولاني وبسر بن عبيد الله قد صمع من واثلة من العسقى ربما يكون في متسل الإسناد زاد أيضا أو له نظاهر كثيرة أنه الإنسان يكون قد الراوي قد يسمى بواسطة شخص ثم يلقاه بنفسه ويسمى منه الإسناد العالي وهذا كان مرغوبا فيه كثير وكانوا يرتحلون له الرحلات أو في تاريخ الرحلات يذكرون أنه لحديث واحد سمع بواسطة فكان يذهب فيسمى حتى يسقط الواسطة فليس ببعيد لكن على كل حال تعليل الأئمة والبخار رحمه الله هو في علم الحديث يقول أن ابن المبارك أخطى في هذه الزيادة الزيادة بإدريس القواني وهذا من أخطاء الثقات لا شك فيه ولكل جواد كبوة وأي ثقة لا يخطي فأثبت الخطأ على ابن المبارك الإمام الزايد المجاهد الثقة في هذه الرواية لقول الإمام البخاري وحجته أن غير ابن المبارك عدة أشخاص روى هذا الحديث عن بسر ابن عبد الله عن واثله بدون ذكره أبي إدريس القولاني وهذا ما قول جدا إذا كان شخص واحد فيقال هذا إسناد شاذ وإن كان الحديث صحيحا لأن عدة أشخاص خالفه ثقة فيكون مخالفة الثقة شذوذ للأكثرين على هذا يتنزل قول الإمام البخاري على الأصول نعم ثم بعد ذلك قال باب ما جاء على كراهية تجسيس القبور والكتابة عليها الجس الجس قالوا إن باب كراهية تجسيس القبور الجس هذه فارسية معربة قالوا أصلح هكذا جي إي دأ سي يش فيكون بالانجليزية شا كثير منهم الذي نقول كراتشي تاشين يجعلون له شا بي في الفارسية وبلغة أردو جيم شا حا خا شا في بطنها ثلاث نقاط جيم نقطة واحدة وخالي من النقطة وخالة راسية وهكذا فيكون نطقها سي كما يقولون باللغة الخواجات فيكون هذا أصله ومن الأشياء التي كانوا يصنعون من دق بعض الأحجار ثم يدخلون فيها أشياء متماسكة فإذا فإذا تماسك فيكون قوي بالفعل هذا كان أقوى مثل من اسمنتات هذه التي استعملونها الآن والمؤن التي يعملون في البنايات الآن نجد مثل هذه البنايات منذ أربعمائة سنة خمسمائة سنة قائمة هذه البنايات بمثل هذه المؤن فهو الجس كان معروفا من قديم الزمان جس وجاء في ذكر بناء الكعبة لعبد الله بن الزبير أنه استعمل الجس أيضا الجس استعمل وطلب بعض حاجات الجس وكانوا في اليمن اليمن كان فيه أقدم وعارف أهل اليمن في هذا شيء فطلب من اليمن كذلك طلب من اليمن أيضا بعض الأخشاب وهذا الخشأ الآن موجود تاريخه يذكرون وهو في متحف الذي هو في أم السلم في مكة عامود وهو يذكر أنه من زمن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه تآكل من أسفل تآكل بالمرة ولذلك أخرجوه في 1417 لما بنوا الكعبة بطريقة جديدة من الداخل وأخرجوا التراب حتى كله لأنها كانت انتشرت في الفطريات فأخرجوا هذا العمود مع العوام الأخرى وجاءوا من بورما كما هو معروف 35 شجر قطعوه ويجففوه بطريقة خاصة ودخلوا فيه فالحاصل الجس هذا كان معروف كانوا يجسسون القبر مثل ما يليس أو يلط الآن بالإسمنت هذا الجس فقال حدثنا عبد الرحمن والكتابة عليها ما حكمها قال حدثنا عبد الرحمن بن الأسود نعم عبد الرحمن بن الأسود الحاشمي الأحول أبو عمر البصري ثقة أنه قال حدثنا محمد بن ربيع أوه الكلابي أيضا ثقة عن ابن جريج أن أبي الزبير رضي الله عنه أن أبي الزبير محمد المسلم التدرس أن جابر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تجسس القبور وأن يكتب عليها وأن يبنى عليها وأن تؤتى أي يمشى عليها هذا كله لا شك فيه سبحان الله جاءت في أحاديث كثيرة عن تجسس القبور والكتابة عليها كذلك البناء عليها لكن المسلمين في الحقيقة لم يبالوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم وتخطوا هذه كلها فعصوا رسولهم صلى الله عليه رسولهم صلى الله عليه وسلم ولا شك أن هذه قد مثل ما قال إبراهيم عليه السلام واجنبني وبني نابد العصرام رب إنهن أضللنا كثيرا من الناس هذه المشاهد وهذه القباب وهذه المزارات في الحقيقة كاد أن يكون هو الآن قبلة أكثر المسلمين في جميع البلاد يا أخي في جميع البلاد إذا ذهبت إلى المغرب إذا ذهبت إلى مصر وإذا ذهبت إلى ليبيا لكن كنا نستبشر من أهل ليبيا قواهم الله وحفظ الله جميع بلاد المسلمين وليبيا لأن جزاهم الله خير الشباب لما ذهب حاكمهم السابق فأول ما قاموا به هدم الأضريحة من خمسمائة سنة جزاهم الله خير وهذا يدل على طيب شعب ليبيا أيضا ما أنه وريد بهم شر كثير في قلال أربعين سنة حكم الجا في الجائر لكنهم سبحان الله قبلوا أن يهدم هذا هذا يدل العوام أيضا حتى ربما كان يكون أحد من أقاربه أحد له ضريح وكذا وكذا لكن الحمد لله رب العالمين لم يحصل وراء هذا أي فتنة والحمد لله تفاهموا وهدموا كلها المصر الآن تجد فيها ما أنها قادة الدنيا بالعلم الخير لكن تجد فيها أضرحة كثيرة جدا الهند وهنا كان كثير سبحان الله لكن رحم الله الملك أبدالعزيز رحمه الله الذي مهى هذه البدع كلها وهدم القباب كلها على قبر سيدة زينب كذلك قبر آمنة وكذلك إلى آخره وإلى الآن الذين أبتلوا بالبدع من أهل الباكستان رائد في الجريدة اسمها تشنك هذه الجريدة طالبوا فيها من الدولة أن تعيد بناء على قبر خذيجة وقبر أمه النبي صلى الله عليه وسلم نعم يطالبون فالله المستعان على كل حال نعم هذا وقال أبو إيسا هذا حديث حسن سيء وقد رويه من غير وجهنا نجابر وقد رخص بعض أهل الإلم منهم الحسن البصري في التطئين القبر تطئين ما هو التطئين في الحقيقة أن يجعل الماء للطين ثم يمرر عليه حتى يكون أملس هذا القدر أجازوه لأنهم قالوا أن هذا يكون لا يتمكن بعض الدواب التي تحفر الموت أو تأكل الموت الضبو وغيرها لا يتمكن فأجازو لحاجة والله أعلم تطئين فقط هو يكون غير مشرف ولا عالي لكنه من فوقه يجعل الماء ثم يلين الطين ويطلع بها جميع الجوانب هذا يكون أقوى حتى لا يحفر بعض الدواب التي تحفر القبر تطئين القبر وقال الشاف لا بأس أن يطين القبر إن شاء الله إذا كان هذه العكمة يقول هنا قال يقول وأن يكتب عليها النهى النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو الطيب السندي في شرح الترمذ يحتمل النهي عن الكتابة مطلقا ككتاب اسم صاحب القبر وتاريخ وفاته وكتابة شيء من القرآن وأسماء الله للتبرك لإحتمالا يوطى أو يسقط على الأرض فيسير تحت الأرجل قال الحاكم الله أكبر نعم بعد تخريج هذا الحديث في المستدرك الإسناد صحيح وليس العمل عليه سبحان الله قال وليس العمل عليه فإن أئمة المسلمين من الشرق والغرب يكتبون على قبورهم وهو شيء أخذه الخلف عن السلف وتعقبه الذهب في مقتصره بأنه محدث أو لم يبلغهم النهي هذا هو الصحيح فيبدو والابن الحاكم متى توفي في سنة أربمئة وكم يعني قريب أربمئة كمستاشر أو كذا فيقول فإن الخلف عن السلف أخذوا وكانوا يكتبون عليه ففعل الناس لا يكون حجة لابد نرد الأمر إلى الأمر الأول في أهد النبي صلى الله عليه وسلم فلما مات ابن النبي صلى الله عليه وسلم هل كتب النبي صلى الله عليه وسلم هل رفى قبره أو قبب أو بنى عليها أو شيء كل هذا فالمسألة واضحة جدا بأن أنه لا يجوز الشيء الذي ليس عليه أمرنا فهو كل أمر ليس عليه أمرنا فهو رد ولذلك حق للذهب أن يتعقب بأنه مدح محدث أي بدع إنما فعل من فعل الذي لم يبلغه النهي وهكذا يقول وثم بعد بلوغ النهي أيضا بعض الناس يتمردون على حكم الله حكم رسوله فهؤلاء لا يكونوا حجة نعم وقد رخص بعض أهل العلم منهم الحسن البصري في تطعين القبور جاء في تطعين القبور روايتانا الأولى ما روى أبو بكر النجار نجاد ولا نجار هذا أبو بكر النجاد ليس نجار عندكم نجاد لا هو الظاهر أبو بكر النجاد سلمان بن فلان أبو بكر النجاد من طريق جافر بن محمد أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع قبره من الأرض شبرا وطوّن بطئين أحمر من العرسة ذكره الحافظ في التلخيص وسكت عنه والثانية ما ذكره صاحب مسد الفردوس أن الحاكم أنه روى من طريق بن مسهود مرفون لا يزال الميت يسمى ما لم يطيّن قبره وهذا أهديث باطل هذا أهديث باطل قال الحافظ في التلخيص صفحة كذا بعد ذكر هذه الرواية سناده باطل فالتطئين في الحقيقة التي تكون لأجل المسلحة أما في قبر النبي صلى الله عليه وسلم فالذي يظهر لم يذكره وأوسى من ذكر ما يتعلق بقبر النبي صلى الله عليه وسلم ودفنه وغسله وكفنه ما ذكره السمهود فيه كتاب وفاول وفا بأخبار دار المصطفى تنظرون فيها وصورة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وعبي بكر وعمر كله ذكر بالتفصيل لم يذكروا فيه التطئين فلذلك والله أعلم قال السحيء الذي جاء قال رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم محصوا بحسب بحسوة البطن الوادي يعني كان عليه حسوات فقط لم يكن مطينا بل وجالوا عليه حسوات نعم ثم بعد ذلك باب ما يقول الرجل إذا دخل المقابرة إذا دخل المقابرة أو قبر شخص واحد إذا كان إذا دخل المقابر وربما يكون مدفونا شخص واحد فقط قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلا وهو ثقة قال حدثنا محمد بن الصلت وهو محمد بن الصلت بن الحجاج الأسد الثقة عن أبي كدينة وهو أبو كدينة هكذا كاف ودال يحيى بن المحلب البجلي أبو كدينة صدوق عن قابوس ابن أبي ظبيان قابوس ابن أبي ظبيان هذا ضعفوه قابوس ضعفوه أبو ظبيان وهو ثقة حسين ابن جندب يربي عن أبيه الضعيف الابن الضعيف يربي عن أبيه وهو ثقة قال ابن عباس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور أهل المدينة أو بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال السلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكم أنتم صلافنا ونحن بالأثر هذه الرواية في الحقيقة ضعفه العلماء لكنه جاءت رواية الصحب هذا اللفظ قال عائشة رضي الله ونها وفي أنبريدة أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية فهذا الضعيف لكنه ما ناه قريب ولذلك حسنه غير واحد من العلماء قالوا حسن إلا أن الصحية الوارد هو ما جاء أنبريدة وعن عائشة رضي الله عنها بلفظ قالت يا رسول الله كيف أقول تعني في زيارة القبور سبحان الله وهذه هنا مسألة أيضا هل للنساء زيارة القبور قال قال قولي السلام على أهل الدير من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين مننا والمستاخرين وإن إن شاء الله بكم لاحقون هذه أسحمة جاءت من الروايات عند زيارة القبور ثم يدعو بما شاء زيارة صلى الله وفر الله وارحمه وعافيه وأفوانه وأما بذاك اللفظ فضعفوه لأن مداره على راوين اسمه قابوس إلا أنهم قالوا ما دام دعا ويجوز للإنسان أن يدعو بما شاء ما لم يكن هجرا من القول فقالوا حتى هذا السلام عليكم عن القبور إن إن شاء الله بكم لايقون جاز القول به نعم باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور قال حدثنا محمد بن بشار هو بندار ومحمود بن غيلان والحسن ابن علي الخلال ثلاثة سيوخ ثلاثة هؤلاء ثلاثة سيوخ هو الترمذي قالوا حدثنا أبو عاصم النبيل أبو عاصم هو الضحاك بن مخلد أبو عاصم النبيل قال حدثنا سفيان وهو ابن أبو عاصم يروي عن سفيان الثوري قال هو سفيان ابن سعيد ابن مسروق الثوري أن ألقم ابن مرسد أن سليمان ابن بريدة أن أبيه بريدة ابن الحسيب السحابي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم من زيارة القبور رجالا نساء بالأموم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه فزوروها فإنها تذكر الآخرة احتفظوا بهذه الكلمة فقد أذن لمحمد في زيارة أبيه فإذا أذن للنبي صلى الله عليه وسلم بشيء ولم يدل دليل الخصوص فهو له أمته عامة فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه يعني فعل التقيب والترتيب فجال عليه رأقب عليه قال فزوروها مناه كل ما يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم يجوز لأمته ما لم يدل دليل الخصوص فإنها تذكر الآخر لا شك فيه ودل هذا على أن هذا الحديث يدل على أن المسلحة مقدمة على المفسدة إذا كان في أمر فيه بعض الخير لكن شره قد يكون أكثر فالمسلحة تفوت المسلحة ولا يرتكب المفسدة لأن الناس في الجاهلية كانوا إذا زاروا القبور فكانوا يتفاخرون حتى عند القبور وينادون المقبورة بأوصاف كأنه كان هو جبل الجود وجبل السخاء والسجاء وكذا إلى آخره وهو كانوا يبكون إن حد جبلنا فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى الكل عن زيارة القبور رجالا ونسان فقد أذن لمحمد هنا هذا الإذن إذا جاء للرجال فالذي يظر أنه جاء للنساء أيضا جاء للنساء أيضا فجاز للنساء أن يزرنا لكن هناك روايات قد استدل العلم بها مطلقا منع الزيارة رواية لعن الله زائرات القبور وهذه الرواية لعن الله زائرات القبور هذه الرواية عن طريقي أبي صالح بعذان مولى أم مهاني عن ابن عباس رضي الله عنه وهذه الرواية ضعيفة لكن جاءت رواية الصحية بلفظ لعن النبي صلى الله عليه وسلم زو وزوّرات القبور فزوّرات سيغة مبالغة فهنا قال العلماء أن هذا الحديث الذي فيه فزوروها فإنها تذكر الآخرة فكما أن الرجل يحتاج أن يذكر للآخرة أو بالآخرة كذلك المرأة بدرجة أولى صاحبة نصف دين ونصف أقل فجاز لها أن تزور وجاء في الروايات أيضا تأكيد في رواية أخرى فزوروا القبور ولا تقولوا ولا تقولوا هجرا ولا تقولوا هجرا أي كلاما لغو الذي ليس في دين الله تعالى فالرجال والنساء كلهم مخاطبون بهذا ولذلك قالوا يشمل حكم الإذن بالزيارة الرجال والنساء لكن الحديث الثاني كأنه يوقت لهن توقيت الرجال ليس لهم صباح مساء إذا ذهب لكن النساء زيارة القبور كثرة زيارة القبور هو الذي حرموا عليها وما مقدار الكثرة قالوا الذي في العرف يعرف أنها تكثر أو كثيرة الزيارة فيمنى منها وإذا ذهبت بس ستة أشهر سنة أو كذا فلا تكونوا زائرة لكن إذا ذهبت كل أسبوع وكل شهر ربما تكون وفوق هذا أيضا إذا رأى ولي أمر المسلمين أن في زيارة النساء للقبور يحدثنا هناك فسادا فيجوز له أن يمنعهن من هذا المباح جاز لهن يدعون من بعيد ولا يقربنا القبر جاز لولي الأمر أن ينهى لأجل منع الفساد نعم نعم زيارة قبر أمه مشكلة لا يسمع كالناس لأنهم قالوا كيف تقول لأم محمد صلى الله عليه وسلم أنها كافرة هو جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك أن الموت فيه فزع وزيارة القبر لكن يبدو والله أعلم أنه ماذا أقول عائشة قالت ماذا أقول إذا زرت القبور فهل تقول للكافر السلام عليكم لا فالمقصود الزاهر زيارة قبر المسلمين لكن الحديث الذي جاء فيه إذا مررتم بقبر الكافر فبشروه بالنار إذا مررتم معناه وأنت مارر ووجدت كافرا أبشر بالنار لكن سؤال عائشة ماذا أقول وكيف أقول إذا زرت القبور فدل على وقال أقول السلام عليكم والسلام عليكم من القبور لا يقال إلا للمسلمين فدل على أن زيارة القبور المشروعة المحثوس فيها هي زيارة أي قبور المسلمين والله أعلم هذا خاص وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم ربما يكون لكنه قد يكون عاما يزور الإنسان قبر مسلم جديد أمه ماتت يزور قبر ويتعذ بها لكن لا يدعو لها وما كان للنبي ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا فبذلك يعني الذي يظهر يجوز أن يزور لكنه لا يقول هناك السلام عليك يا أمه والسلام عليك يا كم يا فلان أم كفار نعم إذا مررتم نعم قد تمروا بجانب المقبرة فهناك بشره بالنار حديث صحي نعم قال وفي الباب عن أبي سعيد وابن مسعود وأنس وابن فريدة ومسلمة قال أبو عيسى حديث بريدة حديث حسن صحي والعمل على هذا إن دعا للعلم لا يرون بزيارة القهور باسا وهو قول ابن المبارك والشافي وأحمد وإسحاق نعم وفي الباب عن أبي سعيد أخرجه أحمد رحمه الله وقال الحاكم روا هذه الرواية أيضا فقال إنه العشر المسلم أبو سيد الخدري وابن مسعود أخرجه ابن ماجة كنت نحيتك من زيارة القبور فازوروها فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة في بعض الضعف لكنه حسن لغيره لأنه بمعنى الحديث السابق أيضا أن أنس رضي الله وإخرجه أبو داود النساء والحاكم ولفظ الحاكم كنت نحيتك من زيارة القبور ألا فازوروها فإنها ترقق أو ترق القلوب وتدمع العين وتذكر الآخرة وأبي هريرة أخرجه مسلم هو هذا الذي ذكر ذكر زيارة النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وعبكى من حوله نعم صلى الله عليه وسلم الظاهر ليس الوجوب والله أعلم إنما هو مسألة أسولية الإباحة إذا جاء الإذن بعد الحظر فيفيد الإباحة ويفيد الوجوب وهذا الظاهر يفيد الإباحة إلا أن تحات بقراء أخرى نعم فزار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله فقال استاذنت ربي في أن استغفر لها فلم يأذن لي نعم واستاذنته في نازور قبرها فأذن لي فزور القبور فإنها تذكر الموت الظاهر بهذا الحديث يعني كأنه يستدل الله وعلم لا أنه حتى لو زار قبر الكافر لتذكر الموت فيكون له باب ما جاء في زيارة القبور للنساء قال حدثنا الحسين ابن حريث هو الذي مضى بنا أبو عمار قال حدثنا عيسى ابن يونس هو عيسى ابن يونس بن أبي إساق الصبيعي عن ابن جوريج عن عبد الله بن أبي مليكة قال توفي عبد الرحمن بن أبي بكر أخت أخو عائشة رضي الله عنها توفي عبد الرحمن بن أبي بكر بالحبشي الحبشي ليس هذا له علاقة بالحبشة إنما هذا مكان قال بين موضوع قريب من مكة بين مكة والمدينة بالحبشي هكذا بالحبشي قال فحمل إلى مكة فدفن فيها فلما قدمت عائشة أتت قبر أبد الرحمن ابن أبي بكر فقالت وكنا كندمان جذيمة حقبة من الدحر هتى قيل لن يتصدع أي لن يتفرق إلا حيث مت ولو شهدتك عند الدفن ما زرتك ما دفنت إلا حيث مت هو هذا هو الصحيح في الحقيقة نقل الأموات هذه مسألة في الحقيقة من مكان موتهم إلى غير وحتى يدفنوا في مكان غير مكان موت هذا مكروه بالأدلة وحتى الشهداء أيضا تذكرون أن جابر رضي الله عنه عمته كانت نقلت جابر بن عبد الله عبد الله رضي الله عنه من مشهده في أحد إلى المدينة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد إلى مصرعه وكذلك يعني جاءت روايات أخرى في هذا المعنى أثبت أنه لا يجوز نقل الميت إلا إذا كان في بلد الكفر أو كذا ومن هنا نجد في الحقيقة هذا حديث عام لكن وجدنا من قديم الزمان الأئمة أوصوا أن يدفنوا في مكة أو في المدينة مثلا حتى إنه قريبا كان شيخنا هذا عبد الحق الحاشم رحمه الله لما مات أوصى أن يدفن في المدينة وهو عاش في مكة وكان عنده درس دائما نجلس جزاه الله خيرا لما ناتي من مكة وبعد ذلك لما من المدينة ونحن ندرس وكان يأخذنا إلى بيته كان يدرس رحمه الله لكنه عند موته وصى فصلوا عليه هنا ودفنوا هناك كذلك استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه من استطاع أن يموت بالمدينة حديث صحيح من استطاع الموت ليس في استطاع الإنسان لكنه يحاول بحيث يجاور قبل موته شيء هناك من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت فإني أكون له شفيعاً يوم القيامة فمن هذا المعنى أجاز نقل جثثهم أو نقل جنازتهم إلا أن الأصل فيه أنه لا ينقل إلا حيث مات الإنسان ويدفن يدخل في هذا وإستجاز الولماء في هذا كذلك من من أي مكان في مكة إذا أراده قالوا من مكان مفضول إلى مكان فاضل لكنه في أمكن أخرى كلها سواه فلا ينقل ما نجد دليلاً واضحاً في هذا إلا العمل فقط والله أعلم السحابة كانوا يموتون الظاهر ما ينقلون ما كانوا ينقلون ولذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم ينظر ما فعل السحابة في المسائل إذا كان ثبت ولو مر من واحد يستجاز ويقال لا بس لكنه في الحقيقة أنا كنت تطبعت في هذا ما وجدت إذا وجدتم شيئاً فيه دون جزاكم الله خير أنهم سحابة ما كانوا يؤسون أن ينقلوا ويدفنوا إلى المدينة أبو ذر رضي الله بالربذة قريب من المدينة لكنه دفن في مكانه نعم لم ينقلهم النبي هو هذا أمة جابر رضي الله لما نقلت أخاها إلى البقي ودفنت أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يردوا إلى مصارعهم هذه اللفظة الموجودة نعمل موضع شهادتهم فهنا عائشة رضي الله قالت والله لو حذرتك ما دفنت إلا حيث متل ألا بهذا المعنى وهذا هو الأوضح نعم ولو شهدتك ما زرتك يعني زيارة القبر أصلا لو لم يكن جائزا سواء شهدت أول وفاته أو لم تشهد لما يكون تستجيز دل ما أراد البقاء ترمذي رحمه الله من تبويبي جوازه زيارة النساء للقبر لكن يقيد بأنها لا تزور كثيرا حتى تكون من الزوارات اللواتي جاء فيهن اللان اللان النبي صلى الله عليه وسلم زواراتي القبر نعم وأما شيرها كنا كهذا شير لمتمم ابن النويرة مات أخوه مالك النويرة فرثى له رثى وعيشة رضي الله كان لها ذوق الشير والعربية قوية جدا نعم في مثل هذا سبحان الله تتمثل وكنا كندمان جذيمة حقبة يعني أنا وأخي عبد الرحمن مثل ندمان جذيمة طويل حقم مدة طويلة من الدهر حتى قيل لن يتصدى لن يتفرق فلما تفرقنا كأني ومالكا مالك بن نويرة أخوه متمم لطول اجتماع لم نبت ليلة معا كذلك لما سمعت موت علي رضي الله عنه استشهاد علي رضي الله عنه فتمثلت بقول الشاعر فألقت عساها واستقر بها النوى شوفوا كيف تصوير كامل سبحان الله فألقت عساها واستقر بها النوى كما قرعينا بالإياب البكت عائشة رضي الله عنه لما توف استشهد علي رضي الله عنه فتمثلت بإسناد صحي عند ابن السعد وغيره نعم فألقت عساها واستقر بها النوى كما قرعينا بالإياب المسافر كأنها تقول الإنسان المسافر الإنسان والقافلة مسافرة تلقي عساها ألقى أساها أساها ما ناهو قد واصل إلى منزله الذي يكون فيه وليس قطع سفره فعائشة رضي الله عنه تمثل ما حدث لعلي رضي الله عنه من الخلاف فيما بين السحابة رفع الصيف عليه من لا ينكره وفضلهم سحابة آخرون سبحان الله واستقر بأن كما قرعينا بالإياب المسافر كان طول حياته مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد مع الكفار وغيره ثم كان ما حصل له في آخر حياته من الخلاف وكان تجري حياته في هذه المشاكل حتى استقر وارتاح فالمسلم مستريح ومستراح منه كانت تصور هذا المعنى فالقط أساها واستقر بها النوى كما قرعينا بالإياب المسافر باب ما جاء في كراهية زيارة القبور للنساء قال حدثنا قتيبة وأبن سعيد قال حدثنا أبو عوانة وهو وضاح بن عبد الله ليشكور ثقة عن عمر بن أبي السلم وهو عمر بن أبي السلم ابن أبد الرحمن أعيث أقدم أقدم من هذا هو ربيب النبي صلى الله عليه وسلم وعمر ابن أبي سلم هو ابن عبد الرحمن بن عوف تعب وعمر تابع تعب عمر بن عبي صلى landlords رضي الله وانا رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زواراتي القبور قالوا في الباب زوارات بلفز زوارات فبعض بعضهم جعل بمعنى الزيارة مطلقا وبعضهم جعل بمعنى المبالغة لأن سيغة المبالغة فعال زوار لا 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 عمر بن أبي السلم لا عمر بن أبي السلم ليس ربيب النبي صلى الله عليه وسلم من ابن أم سلم زوج النبي صلى الله عليه وسلم لا لا هذا عمر تابع التابعي أبو سلم بن أبد الرحمن من طبقة لا عمر بن أبي السلم صحابي صغير هذا تابع التابعي وأبو سلم بن أبد الرحمن تابعي أبو سلم بن أبد الرحمن بن أعوك وإن كان يشتراك في الاسم لكن التبقة تختلف قاله في الباب عن ابن أباس وحسان بن سابت وقال أبو إيسى هذا حديث حسن صحيح وقدر آباد أهل العلم أن هذا كان قبل أن يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور فلما رخص دخل في رخصته الرجال وقال بعضهم إنما كره زيارة القبور للنساء لقلة سبرهن وكثرة جزارهن نعم والله أعلم يعني هناك الشوكان وغيرهم رأوا أو رأوا أنها هي داخلة في الإذن إلا أن على ما تعارفوا في العرف أن هذه الزيارة كثيرة فلا تكثر الزيارة لكنه جاز لها أن تزور هكذا خلص غير واحد من العلماء وبعدهم جاء لمطلق الزيارة حرام عليها وقلنا أنه إذا كان رؤيا منهن أدم الصبر غيره ففق لولي الأمر أن يمنع مطلق زيارتهن باب ما جاء في الدفن بالليل قال أحدثنا أبو كريب وهو محمد بن العلا مضى بنا ومحمد بن عمر السواق السواق البلقي صدوق قال أحدثنا يحيى ابن اليمان يحيى ابن اليمان هذا البجل يلكوفي صدوق يختي كثيرا عن المنهان بن خليفة وهو أيضا ضعيف منهان بن خليفة أبو قدامة ضعيف من حيث حفظه أن الحجاج بن عرطاه أيضا كان يختي وأيضا كان يدلس أن عطاين هو ابن أبي رباح عن ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم دخل قبرا ليلا فأسرج له سراج فأخذ الميت من قبل القبلة كيف يدخل الميت من قبل الرجل كما جاء في الروايات وبعضهم قالوا استحب أن يكون من جنب القبر هكذا القبر هنا فهكذا والأصل الروايات الصحية جاء أنه يدخل من قبل الرجل أولا ينزل رأسه ثم يوصل إلى آخره وبعضهم قال أنه من قبل الجنب القبر إما يمينا إما شمارا فهنا انظروا فأخذه من جهة القبلة كأن القبر ها هنا والقبلة ها هنا فأضع مقابل القبر هكذا فأخذ ونزل هكذا بدون ما يعني من أن يجلوا في مؤخرته القبر فأخذ أخذه من قبل القبلة وقال رحمك الله إن كنت لأواها تلاها للقرآن وكبر عليه أربعا هذا الحديث ضعيف ولذلك الأصل الصحي في هذا أنه يدخل من قبل الرجل هذا أصح ما جاء فيه وإلا حيث تيسر وإلا متى ما تيسر من أي جهة يدخلون إن شاء الله لكن هذا الحديث ضعيف ولو كان هذا لك أنه يريد أن يثبت بهذا أنه يجوز أن يدفن في الليل أيضا الأصل هو الجواز سواء أن جاءت هذه الرواية لم تأتي وهذه الرواية ضعيفة فلأصل فيها إن شاء الله جواز وإنما يكون النهي في أوقات مخصوصة مثل ما جاء نهى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث ساعات كان ينهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا نقبر فيهن موتانا عند اتصاف النهار وعندما تتضيف الشمس للغروب أو للطلوع في هذه الحالة خاصة فيكون هذه الأشياء أو هذه الأوقات هي المخصوصة منه أن يدفن أما غير هذا سواء كان ليلة أو نهارا جميع الأوقات البراءة الأصلية نعم يقول وفي الباب عن جابر ويزيد بن ثابت وهو أخ زيد بن ثابت أكبر منه قال أبو عيسى حديث بن باس حديث حسن وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا وقال يدخل الميت القبر من قبل القبلة وقال بعضهم يسل سلا ورخص أهل العلم في الدفن بالليل وقد مزت رواية أنه كان رواية التي جاءتنا النبي صلى الله عليه وسلم ودخل من قبل رجليه نعم رجلي القبر يقول ورخص أهل الأكثر أهل العلم في الدفن في الليل لكن الذين لم يرخصوا ما دليلهم ليس يوجد دليل واضح والله أعلم في النهي أن الدفن في الليل يبقى على البراءة الأصلية نعم يقول رخص أهل الأكثر أهل العلم في الدفن بالليل لحاديث الباب وكره الحسن لكن هذا الحديث نفسه ضعيف في الحقيقة ولذلك ما جاء عن جابر والزيد بن الثابت انظروا حديث جابر قال جاء فيه عن جابر أخرج أبو داود قال رأى ناس النار في المقبرة فأتوها فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر وإذا هو يقول ناوينوني صاحبكم فإذا هو الرجل الذي كان يرفع صوته بالذكر هذا إذن إسناده ضعيف وحديث ابن أباس يقول حديث ابن أباس هذا حديث حسن ما أنه ليس بحسن في الحقيقة هو ضعيف فإذا يبقى الحكم في الدفن في الليل غير الأوقات المنصوصة لها في عامة حكم الجواز نعم أبس أيضاً جاء فيه قال وفيه هديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر أن يقبر الرجل ليلة حتى يصلى عليه هذا حديث صحيح هذا حديث أخرجه مسلم زجر أن يصلى أن يقبر في الليل أو يذفن في الليل حتى يصلى عليه فهذا واضح بأنه لا منع في الدفن في الليل نعم وكذلك حتى عثمان رضي الله عنه دفنوه في الليل لكنهم كانوا في خوف وفي خفية في الحقيقة أخذوه كما جاء في الروايات أن الغوغائيين لما دخلوا واستشهد رضي الله عنه فدخلوا في الليل وأخرجوه من وراء الباب الأصل ومن وراء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصلوا إلى حش كوكبان هكذا وهو خارج من البقي ولذلك الآن تجد إلى وقت قريب البقي كان آخر جدار البقي وهنا قبر عثمان رضي الله عنه الآن وصعه مو كذا لكن كان آخر شيء البقي وقبر عثمان رضي الله عنه في آخر حافة كان هنا وهذا لم يكن داخلا في البقي في الأول ثم أدخل لما دفن أثمان رضي الله عنه وكانوا يصمونوا حش كوكبان هكذا ففي الليل دفنوا على خوف وعلى خفية حتى لا يعرف المفسدون هؤلاء الذين أحاطوا بالمدينة نام وكذلك دفن عمر رضي الله ليلا وعلي رضي الله عنه ودفن فاطمة رضي الله عنه ليلا كل هذا صحيح ثابت فيتلخص أنه لا يكون الني في الدفن في الليل إلا إذا كان ينقص في الليل حقه الميد في الغصل والكفن وكذا إذا غسل وكفنا شرعا أو على طريقة الشرع ثم صلي عليه فلم عنها باب ما جاء في الثناء الحسن على الميد قال حدثنا أحمد بن مني وهو البغوي قال حدثنا يزيد بن هارون الرازي قال حدثنا أخبرنا حميد وهو الطويل حميد بن أبي حميد الطويل أن أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم قال مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثنوا عليه خيرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت ثم قال أنتم شهداء الله في الأرض قاله في الباب عن عمر وكاب بن عجرة وابي هريرة الذي يثني عليه السحابة قطعا لا يكون إلا من الذين عرفوه وخبروه بأنه من الصالحين وفي رواية أخرى ما وجبت يا رسول الله قال وجبت له الجنة وفي رواية أخرى ما شهد له إثنان أو ثلاثة إلا وجبت له الجنة كما تأتي الرواية قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحي نعم فينبغي للإنسان أن يعيش مع الناس حتى إذا مات فيبقون وراءه ويثنون عليه خيرا وهو الناس شهداء الله أما إذا كان الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مستريح أو مستراح منه إذا كان مفسدا في الأرض موذيا للناس فإذا مات قالوا إلى جهنم وبئس المصير فرحوا لكن الصالح الرجل الصالح يثنى عليه خير إن شاء الله فينبغي للإنسان أن يستعد لذلك اللحظة أيضا بهيث يكون مع الناس بخير ولا خير دائما مر على رسول الله يعني مروا على جنازة مروا بجنازته وفي الباب عن عمر وكعب بن عجرة وأبي هريرة حديث البخاري أيضا عن عمر رضي الله أخرجه البخاري والترمذي وحديث أبي هريرة أخرجه أحمد بهذا المعنى ثم قال الترمذي رحمه الله حدثنا يحيى بن موسى إيها بن موسى الرازي لقبه خط وهو ثقة وحارون بن عبد الله البزار أيضا ثقة قال حارون بن عبد الله صدوق قال يخطي في بعض الأحيان قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا داود بن أبي الفراد